الأستاذة مونة شافت في المنام يا جماعة أنها بتاكل سمك سبحان الله المنامات دي جميلة جدا أنها بتقول جدتها والدتها شافت أن جدتها وهي بيكل سمك في المنام من أجمل المنامات السمك في المنام يا جماعة لما بيكون حد بيأكله بجميع أنواعه بيكون السمك جميل جدا في المنام بيدلل على الرزق والخير اللي جاي لما هي تاكل سمك مع جدتها وجدتها قاعدة معهم دي دليلة على اتفاق وود وحب ما أنا مش هاكل مع حد بكره مش هاكل مع حد بيبصلي في الأكل مش هاكل مع حد ما بيحبنيش فهنا دليلة على إنها هي تاكل مع جدتها في المنام ففي اتفاق في خير في رزق هيجيلها إن شاء الله قريبا جدا جدا يسعد قلبها لإن السمك جميل قوي طيب بحجم السمك وهي بتقولي سمكة كبيرة في المنام التاني فبحجم السمك هنا كلما إنسان يشوف في المنام إنه واصطة سمكة أكل سمكة تملك سمكة والسمكة دي كبيرة هيكون الخير جاي أكتر والرزق أكتر طيب ليه؟ لأن كلما نستكبر في السمك كلما يكون الحجم واللحم بتاع السمك أكبر من العظم أكبر من العظم فهنا الرزق أكتر فهنا الرزق كتير فانا ببشرها بخير ورزق جايلها في الطريق